هذه القصة برئيس لجنة التضامن بمجلس النواب قال ان قضية مكافحة الادمان من اهم القضايا التي يجب الاهتمام بها ليس فقط على مستوى وزارة التضامن ولكن على مستوى كل مؤسسات الدولة اضاف ان المخدرات والعنف بيدمران الشعوب ويحدثان خللا في العقول ويهدران الطاقات ولابد من مواجهة هذه القضية بكافة الامكانات باعتباره ضرورة على جميع مؤسسات الدولة